قضت محكمة الجنايات في مدينة انتوارف البلجيكية بسجن الدول المغربي إلياس الشعر لمدة سنة نافذة إضافة إلى سنة أخرى موقفة التنفيذ وذلك بتهمة الاعتداء على سائق شاحنة وفرضت المحكمة أيضا غرم مالية قدره 15864 يورو على الشاعر المولود في بلجيكا كتعويضات وفوائد لضحيته وهو سائق شاحنة كسرت جمجمته بعد مشاجرا مع اللعب المغربي وتعود وقائع القدية إلى صيف عام 2020 حين تشاجر الشاعر الذي يدافع حاليا عن ألوان ناديه كوينز بارك رينجلز الإنجليزي رفقة شقيقي جابر ومجموعة من أصدقائه مع أحد سائق الشاحنات في مدينة بازل الفرنسية وقد تعرض السائق وفق ما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية لزرح غائر في الجمجمة حيث فقد حينها وعياه ونقل في حالة حارجة إلى المستشفى وقال كوينز بارك رينجلز في بيان النادي على اتصال منتظم مع الفريق القانوني لإلياس الشاعر فيما يتعلق بتهمة الاعتداء الموجهة إليه الإجراءات القانونية لم تصل بعد إلى نهايتها وعلى هذا النحو لن يقوم النادي بإدلال بأي تعليق آخر في هذه المرحلة ومن المتوقع أن يستأنف الشاعر البالغ من العمر الستة وعشرون عاما وهو لاعب أساسي في فريق كوينز بارك رينجلز ضد الحكم الصادر في حقه أصدقائي الكرام لونا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد نلتقي في معيد رياضية أخرى إن شاء الله أستوديكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله